ترجمة نانسي قنقر 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 ورح نقدر نبعث لكم شهادة مشاركة وحضور لهذه الندوة ترجمة نانسي قنقر 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 ما ننكر أنه ممكن يكون عامل ولكن الأنبياء تعرضوا لي الحزن والغم تعرضوا لي ما تم وصفه من قبل المفسرين بعراض تشبه الاكتئاب وهم أنبياء نزلت عليهم رسائل سماوية من رب العالمين فهذه الآية حبيت أبدأ فيها عساس تعرفون أنه نحن كبشر كلنا اجتمعنا على مشاعر إنسانية ولدنا بها بالفطرة الحزن، الألم، الخوف، القلق كلها أشياء ما نقدر نتخلص منها ما في زر أنا أضغط عليه يوقف هذه المشاعر لكن نختلف بطريق التعاملنا مع الحياة ومجرياتها فإذا الأنبياء حسوا بالألم بالفقد ودخلوا في مرحلة من العزلة كلمة كظيم في تفسير كثير من المفسرين إن إحساسه بالألم والغم والعزلة والكبت كبت هذه المشاعر إنه ما شاركها الناس وإنه نعزل عن من حوله وفي بعض المفسرين قالوا إنه ما كان حتى يتواصلوا إياهم هذا اليوم في علوم النفس هي سمات لانخفاض المزاجية أو الاكتئاب فما بالكم بنا نحن نشوف أنفسنا في درجات أقل عن الأنبياء والمرسلين وفي آيات كثيرة يعني لو افترضنا أن نحن بنبحث فقط عن آيات الحزن في القرآن الكريم هناك أكثر من يعني أنا أقول أكثر من لأن ما أحصيتها بعدد دقيق أكثر من ستة وأربعين آية تتكلم فقط عن الحزن ممفرداً فما بالكم بالغم والإحساس بالضيق والخوف وغيرها من المشاعر الإنسانية فهذا أولاً نتفق عليه أن هذه المشاعر إنسانية بحتة ولدنا بيها وهي فطرة إنسانية كلنا معرضين لها بخلاف تديننا بخلاف يعني مستوياتنا في العبادات اللي نمارسها وطبعاً الآيات كثيرة ظنون في صورة الأنبياء في آية 88 ونجيناها من الغم رب العالمين لما خاطب أم سيدنا موسى ولا تخافي ولا تحزني معناه إن هذه المشاعر موجودة ما نختلف عليها طيب هذا الشي الأول الشي الثاني إنه نحن كمهنيين لا نفصل ما بين الدين والعلم بل بالعكس خلال عمليات البحث المسترسلة عند بعض الأشخاص من الخلفيات الشرعية والدينية وجدوا إنه كثير من التدخلات النفسية بنيت على قواعد روحانية ومن الديانات السماوية ونتكلم عنها إن شاء الله في الجزئيات القادمة فهذه الجزئية اللي حبيتني ننوه عنها الشي الثاني إنه أنا ما بتكلم من الناحية الدينية أو الشرعية عن تعاطي المخدرات وتحريمة وتجريمة قانونية وهذه الأمور ولكن أنا بتكلم عن مجتمع مريض واختصاصيين وعلاقة الروحانيات والدين في هذه المرحلة أو في هذه الرحلة اللي نحن نتشارك فيها مع مرضانا عساس نساعدهم إن شاء الله يوصلون لدرب التعافي والاستمرار فيه بإبن الله طيب فاليوم بإذن الله بنتكلم عن بعض المحاور اللي نتمنى إنكم تعالقون عليها من خلال الشات أو تتركونها للنقاش في آخر جزئية من الورشة بإبن الله طيب بداية يعني نتكلم عن الإدمان كتعريف ومن بعدها نبدأ ندخل في الأمور الثانية فالإدمان بداية مرض مزمن فهو مرض يصيب الدماغ له تأثيرات مضاعفات على المستوى الشخصي المعرفي السلوكي الاجتماعي والانفعالي ويصبح لدى هذا الشخص الذي يبدأ في تعاطي المواد المخدرة أو الكحون سلوكيات ورغبة قهرية ونقصد بقهرية أنه ما عنده سيطرة عليها وتصير رغبة ملحة في تحصل على هذه المادة وتعاطيها وأخفى مظاهرها بأي وسيلة كانت مع الميل لزيادة الجرعة المتعاطى مع الوقت وزيادة الجرعة يكون عنده اعتماد نفسي وجسماني يؤثر عليه في المستقبل سواء كفرد أو كمجتمع طيب المسببات كثيرة مثل ما قلت قد يكون الوازع الديني وضعفة لدى الشخص سبب منها ولكن الأسباب كثيرة ممكن تكون عدة أسباب تهيي هذا الشخص أنه يكون معرض لتعاطي المواد المخدرة أو الكحون منها أسباب شخصية ممكن يكون عنده مشاكل نفسية أخرى أو عنده بعض المشاكل حتى الصحية اللي ممكن تدخله في درب الإدمام صعوبات التعلم اللي دائما أأكد عليها أنه ممكن تكون الباب اللي يفتح على مصرعي على المراهقين والبالغين في بداية سنوات البلوغ أو حتى الشباب اللي تتسبب لهم في ضوطات نفسية كثيرة يبحث معها عن حل هذه الصعوبات الأسباب الاجتماعية اللي هي التفكك الأسري تقليد الأقران وخاصة في عمر المراهقة محاكاة أصدقاء السوء والأقران الإحساس بالفراغ أو البطالة وكذلك الجحل بمخاطر المخدرات اللي ممكن يقدم عليها البعض من باب التسلية والترفيه المشاكل اللي ممكن نتعرض لها واللي نحس أننا محتاجين نحن ننساها أو نهرب منها من خلال اعتقاد خاطئ أن المواد المخدرة تحلل لهذه المشاكل صحيح وفي ناس تبتدي على بالها أن تعاطي هذه المؤثرات والمخدرات هي راح تريحة أو راح تخلصة من هذه المشاكل وبهذه الطريقة راح يدخل لبوابة الأدمان يجرب أول مرة ومرتين وبعدين يبدأ يدخل لمرحلة الأدمان نعم ودائما نقول يمكن يكون بداية التعاطي أو التجربة اختيار ولكن الشخص يفقد السيطرة باستمرار التعاطي وصير التحكم لدى المواد المخدرة طبعا في البعض يتسائل في أشخاص سمعنا عنهم أنه خد قرار أنه يترك المادة أو يشربوا الكحون وما يحتاج أي علاج فليش هذا يقدر والشخاص الثانين يحتاجون أنه يعني يترددون على مراكز العلاج والتأهيل وأنهم محتاجين علاج وأدوية وغيرها دائما نبدأ نحن لما نتكلم في الموضوع نبدأ بأمثلة عامة من المجتمع فلنتخيل شخص أو شخصين الأثنين نظام حياتهم خلنا نقول غير صحي ما يمارس رياضة أكل غير صحي دائما يعتمد على الوجبات السريعة نومه ملخبط يقضي أكثر يومه قاعد ما يتحرك الأول تعرض لمرض السكري والثاني لا لأنه فيه اختلافات مع أنهم يعيشون نفس النمط لكن أنا كشخص ممكن يكون عندي استعداد جيني لهذا المرض ممكن أن أنا عندي أمراض أخرى تساعد أني أنا أكون عرضة لهذا المرض ولو افترضنا أن شخصين تعرضوا للمرض لكن فيه شخص قدر أنه يخرج من هذه الدائرة ويشوف أنه اللي يمر فيه خطر فهو تفكيره وصله لقناعة أنه محتاج يتغير وأنه لازم يبدأ فيه دائرة التغيير بدأ يغير من نظام أكله بدأ يتحرك لمارس رياضة فممكن أنه يحتاج أدوية أو ما يحتاج على حسب استجابته لمنظومة حياته اليديدة الشخص الثاني مع وجود الأدوية مع وجود النصح مع وجود الدعم للأسرة لكن ما زال عنده مستوى السكر في الدم يطلع وينزل ودايما يحتاج إلى مثلاً إدخال المستشفيات وغيرها لأنه ما عنده القناعة أنه أنا بحاجة للمساعدة فبالمقابل حتى في عالم الأشخاص اللي كانوا مرضى للإدمان بعض القصص اللي مرين عليها كانوا أبناء بارين بوالدهم كانوا للأسف ثلاث أخوة ملتزمين دينياً يمرسون العبادات بشكل ملتزم وكانوا مثل في الأسرة في فترة ما بدت تظهر عليهم بعض العلامات أنهم مشاكل سلوكية بدوا يأذون والدهم في طلباتهم الحاحهم أنهم يحصلون على مبالغ مالية كبيرة وبشكل متكرر وصلت للعنف تجاه والدهم أو ضد والدهم اللي يكتشف الوالد أنهم يتعاطون للأسف خسر واحد منهم بالجرعة زايدة وانتهى حال الثنين البقية في المؤسسات الإصلاحية والعقابية فالأسف ما إحنا ما نلوم الأسرة وما نلوم أنه إذا الشخص هذا يعني خلونا نعترف أن نحنا كلنا يعني التزامنا الديني يختلف باختلاف أمور كثيرة باختلاف قناعاتي باختلاف تربيتي المجتمع الدعم اللي حصله وأشياء كثيرة لكن مثل ما قلته يعني خط أمان بالنسبة لنا يحمي أبنائنا ويحمينا من خطر التعاطي ولكن مش معناه أنه إذا الشخص ما يمارس العبادات بيصير مدمن والعكس صحيح في كثير من الحالات والمرضى حفظة للقرآن الكريم وأنا أعترف أكثر مني يحفظون أجزاء وآيات وصور وكان أول شخص تلاقيه في دور العبادة في المساجد لكن أسباب ثانية سببت له في أن سواء أسباب شخصية أو نفسية أو بيئية أو مجتمعية سببت في أن يكون ضحية لمرض الإدمان صحيح فاطمة يعني نحن لما نقابل أو نعطي محاضرات في المجتمع فيه اختلاف يعني نلاحظ أن بعض أولياء الأمور عندهم مفهوم أن مدمن معناها أو تعاطى هاي المخدرات ما عنده وازع ما يقرأ قرآن ما يروح المسجد ففي عندهم أن هذه المبادئ وفيه ناس بعدها عندها هذا المفهوم أنه قد يكون أسباب ثانية أخرى هذا مرض ويحتاج علاج ففيه تفاوت في المعرفة ففيه تفاوت في الفهم من بين أفراد المجتمع فما زالت في بعض الناس ما زالت تربط أن الإدمان يعني قد يكون أنه بسبب ضحف الوازع الديني نعم طيب وين الوازع الديني أو الدين والعبادات والروحانيات من عملنا نحن كمهنيين مختصين في هذا العمل طبعا بداية خلوني أشرح لكم العملية العلاجية عندنا في المركز الوطني التأهيل واللي يعني يتفق عليها كل المختصين في هذا المجال أنه بداية يمر الشخص في عملية التقييم والتشخيص أنا ما أقدر أحط خطة علاجية حتى لأي مرض كان عضوي إلا إذا أنا قيمت الحالة خذيت التاريخ المرضي ويعني مثل ما نقول وضعت إيدي على جميع المعطيات الخاصة بهذا المرض من بعدها حط التشخيص الصحيح فنحن أول ما يتم الاتصال من قبل الأسرة أو المريض شخصيا طبعا مرحب فيه في المركز الوطني التأهيل يتم مقابلته من خلال أو مع فريق علاجي متكامل مختص من شؤون مرضى تمريض خصائي اجتماعي خصائي نفسي وطبيب نفسي وطبيب عام كل عضو في هذا الفريق يقوم باستكمال جزئيات معينة من التقييم المبدئي لهذا الشخص من بعدها يتم وضع خطة علاجية له فنحن نقوم بعملية إجراء فحص كامل وتقييم دقيق الاحتياجات هذا الشخص سواء الطبية والنفسية وعلى أساسها يتم وضع الخطة العلاجية طبعا خلال هذا التقييم فيه التقييم الاجتماعي شدة الإدمان وشو الأعراض الموجودة هل يحتاج لسحب السمية أو لا هل يحتاج إلى أنه تم إداعا للعنابر الداخلية بالمركز أو أنه يتم الاكتفاء بالعيادات الخارجية والبرامج الملحقة فيها إذا هذا الشخص ما زال في حالة تعاطي نشط يتم إدخاله في برنامج إزالة السمية والتي يتم مساعدة الجسم على التخلص من آثار المواد المخدرة تحت إشرار طبي تفاديا لأي مضاعفات ممكن يتعرض لهذا الشخص خلال هذه المرحلة تم مراقبته طبيا ونفسيا من قبل الفريق المختص سواء في العيادة الخارجية أو في القسم الإداع الداخلي بالمركز طبعا مع جميع الفقوصات والإجراءات اللازمة أحساس أن نحن نتأكد أنه يتم تقديم الخدمة المناسبة من بعدها من بعد تخلص الجسم من المواد السمية يتم بداية البرنامج العلاجي والتأهيل السلوكي طيب بعض الأهالي وخاصة في البدايات لقائنا معاهم أنه قلوا ليصلي قلوا ليصوم قلوا لي أن يقرأ القرآن هو لو مثل ما ذكرت اختريازي هو لو يتعبد رب العالمين ما صار في هذا الشيء ويمكن هذا الشيء يذكرني بنقطة يمكن نسيت أذكرها في البداية موضوع أنه اللجوء إلى الرقية الشرعية وهذه الأمور دائما نقول أي اختصاصي نفسي سواء أخصائي نفسي أو طبيب نفسي ما بيمنع أي شخص أو ولي أمر أنه يذهب إلى راقي الشرعي لكن إحنا دائما نقول أنه ناخذ بالأسباب روح لراقي الشرعي ولكن تأكد أن شخص مصرح له من قبل الدولة والأوقاف والجهات الشرعية نفس الوقت اسمح لنا نقدم لك الخدمات الطبية المناسبة أنا بالنسبة لي كمهني وكل المهنيين في هذا المجال بيقول لكم نفس الرسالة أنا بالنسبة لي مش مهم من اللي عالج هذا الشخص هل هي رقية لأن هذا الشخص كان عنده حسد عين مس شو ما كان أو أنه مشكلة نفسية أو طبية محتاجة مساعدة أنا بالنسبة لي المهم المخرجات أن هذا إما يتخلص من المشكلة أو أن العراض اللي عنده توصل لمرحلة من الاستقرار بحيث هذا الشخص يقدر يمارس حياته بصورة أقرب ما يكون للطبيعية أو إن شاء الله طبيعية فنحن بالنسبة لنا كمهنيين ما نمانع هذا الشيء وعمر المهني اللي يعني تشرب هذه المهنة بطريقة صحيحة وأخلاقيات المهنة تحث على أنه يتفهم هذه الأسرة يتفهم احتياجاتها ولكن يطالبهم أنهم يعطون أن نحن بعد الفرصة أن نحن نساندهم في هذا الموضوع نأخذ بجميع الأسباب ونجرب ونطرق جميع الأبواب ولكن بصورة آمنة ما نظر هذا الشخص أو تتسبب له في تفاقم المشكلة طيب فهذا يرجع يعني أنا أحب رظيف يعني أن مثلا في ناس أنه كبداية يمكن الناس جاهلة بملامح أو سمات التعاضي فأقول مثلا الولد فيه شيء الولد دخل فيه حالة اكتئاب أو دخل فيه حالة فعلى طول وين يود للراق الشرعي ولكن أيضا لازم يكون بعد الوعي الكافي أو المعرفة الكافية بما هي شو هي السمات التعاضي شو هي الملامح العامة للإدمان فهني التوجه أيضا للأخصائيين النفسيين يعني والمراكز المحتمدة لعلاج مرض الإدمان نعم هذا صحيح وخاصة أن بعض المواد بمجرد تعاطيها الشخص يبدأ يشوف حلاوس وضلالات غير موجودة يتخيل له وجود أشخاص أو أنه في حد يلاحقه أو أنه في حد بيتخل عليه بيأذيه فيبدأ يتصرف بطريقة ممكن بعض الأهالي يشوفونها أن هذا الشخص في مس تلبس جن أو الأشياء اللي الدارجة في مجتمعاتنا العربية فنعم يتوجه إلى راقي الشرعي وغيرها لكن في حال أن هذه الخطوة ما عطتنا الأثر أو النتيجة اللي إحنا نبحث عنها معناه أنا محتاج إلى أني أبحث عن مساندة ومساعدة طبية إحنا ما نقول أن كل شخص يتعرض لهذه الأمور يتعاطى لكن في بعض الأعراض أني ممكن تقول أن هذا الشخص عنده أو ممكن فيه احتمالية يكون عنده مشكلة مع تعاطي المخدرات منها التغير المفاجئ في السلوكيات ومو بشرط أنه يعني السلوك حسن إلى سلوك سيء أحياناً السلوك السيء إذا اختفى بشكل مفاجئ ممكن يكون يعني مؤشر بعض الطلبة اللي دايماً وهي واحدة من الأمثلة اللي إحنا واجحناها بعض الطلبة في المدارس يكون عنده نشاط يعني عالي ما يقعد دايماً يوصف بالمشاغب في الفصل فجأة صار هادي ما لحس فهني المدرسة يقول الله هداه خلاص الحمد لله والأهالي يفرحون أنه ولدهم ما في عليه شكوى لكن يا ترى شو اللي خلاه يصير هذا الشخص الهادي يعني مثل ما نقول الإكستريم من النقيض للنقيض من شخص كان محط يعني التفات الكل والانتباههم وأنه مؤذي في نظرهم يعطل العملية التعليمية دايماً في اتصالات من الهيئة التدريسية أو الأكاديمية بالمدرسة أنه ولدكم مشاغب ولدكم سلوكياته ولدكم فيه وعليه إلى أن شخص ما لأي صوت بعض الأحيان ممكن يكون فعلاً أنه وصل لمرحلة أنه صار فيه دوء وأنه يعني انتفى السبب اللي يخليه بهذه السلوكيات ولكن أحياناً ممكن يكون فيه مادة مقدرة وراء هذا الصمت وهذا السكون اللي حصل فجأة فمو بشرط أنه أي سلوك إيجابي فجأة يظهر من شخص كان عنده سلوك سلبي أنه أموره طيبة ممكن يكون العكس طبعاً فيه أثار كثيرة أنه يصرفون مواد يصرفون أسفة مبالغ كثيرة يبدون ينعزلون يخطفون فيه أشياء وايد يعني الدور في الكتمان بالنسبة لهم ممكن أنه أما ينام يعني ساعات طويلة أو أنه نومه متقطع يعني أنه فيه اعتلال فيه سلوكياته فيه مجرى حياته ممكن الشخص مثل مرتاني أقول أنه ممكن الشخص يصير تغيير في حياته لأنه يتعاطى ممكن يكون عنده مشكلة نفسية ثانية ممكن عنده ضغوطات ممكن يكون عنده أي توتر ثاني أو ببساطة عنده مشكلة صحية طرأت عليه مجرد أنه ما يتخطاها بيكون بخير طيب فنعود لنقطة إعادة التأهيل السلوكي بالنسبة للمركز الوطني التأهيل يتم إخضاع مرضانا جميعهم بدون استثناء لمجموعة من البرامج العلاجية لتساعد على تغيير سلوكياتهم وفهم المشكلات اللي الدور عندهم بداية من تفهم طبيعة المرض اللي عندهم أنه يفهم طبيعة مرض الإدمان الأسباب اللي أدت أنه يدخل في هذه الدائرة أو الدوامة وكيف يتعاملوا إياها اليوم طبعاً البرامج العلاجية والتأهيلية للمركز الوطني التأهيل تغطي العلاج الطبي مثل ما ذكرت إذا فيه أي مشاكل صحية أو نفسية تحتاج للتدخل الدوائي تم تقديمها للمريض العلاج النفسي إذا فيه أي تشخيصات نفسية أخرى محتاجة للدعم فنحنا نقدم من خلال وحدة العلاج النفسي بالمركز ومن خلال أخصائيين نفسيين متمرسين تلقوا أعلى مستويات التدريب ولله الحمد العلاج السلوكي ويكون من خلال مجموعة من الاختصاصيين سواء الاجتماعيين أو النفسيين ولا طباء بحيث أن نحن نساعد هذا الشخص في التعرف على السلوكيات الإدمانية والسلوكيات اللاسوية الأخرى المرتبطة بالسلوك الإدماني كيف اليوم يقتنع أنها يعني ما ينفع أن يكمل معاها ولازم يغيرها على أساس أنه يتبنى أسلوب حياة جديد صحي وآمن أكثر بالإضافة إلى الامتناع الكلي على المواد المخدرة أساس يوصل إلى مرحلة التعافي طبعا الخدمات الاجتماعية تشمل المريض وأسرتها كل ما يمكن أن يقدم له الدعم الاجتماعي المناسب أساس أنه يتخطى مشكلة إدمانها ويوصل إلى مرحلة التعافي ويعود إلى بيتها ومجتمعها بطريقة تساعد على اندماجها بصورة سلسة نفس الوقت تخفف من الأشياء اللي ممكن تكون بالنسبة له مثير أو سبب للانتكاسة في المستقبل فاطمة دور الروحانيات في هذه الفترة نعم بوصل لها بعد شوية اليانزي في برامج الميتركس وتلاف الانتكاسة بالعيادة الخارجية والتثقيف الصحي اللي تم تقديمه من قبلكم أخت اليانزي مشكورين وطبعا برامج تنمية مهارات الحياتية والدعم والإرشاد الأمور الخاصة بالروحانيات والبرامج الدينية يتم تقديمها من خلال وععاض متخصصين ومسجلين بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدولة في أئمة مساجد يحضرون لأداء الصلوات مع مرضانا ويؤمونهم في الصلاة وتم تخصيص أماكن للصلاة بجميع العنابر الموجودة بالمركز ودائما نحث مرضانا على حضور الصلوات في المسجد المحاضرات الدينية بشكل شبح يومي وعندنا في المناسبات الدينية أيضا يتم تقديم لهم الوعظ والإرشاد الخاص بهذه الأمور في شهر رمضان مبارك اللي إن شاء الله نستقبله خلال فترة قصيرة يتم تكثيف هذه البرامج وحث مرضانا على أنهم يستشعرون هذه الروحانيات طبعا نحن دائما نتكلم بكلمة أو بصيغة الروحانيات والروحانيات أعم وأشمل من العبادات لأن الروحانيات تشمل بالنسبة لأن نحن مرضانا يتعلمون أنه يتقبل أخطاء يتقبل المشكلات اللي مر فيها ويبدأ يبحث عن التغيير يتأمل الحياة من حوله بصورة مغايرة يصبر على هذا التغيير وعلى حديث النفس ورغباتها في العود للتعاطي يبدأ يتأمل في التغيير اللي صار في حياته وأنه يكون بالنسبة للسبب أو الحافز والمحرك للاستمرار في التعافي فإحنا دائما نتكلم عن الروحانيات وحتى البرامج الأخرى سوى برنامج 12 خطوة أو الزمالة تتكلم عن الروحانيات وهي أشمل لأنها تشمل جميع الديانات ومثل ما قلت أن أغلب التدخلات الإلاجية النفسية السلوكية لو بحثنا فيها من منظور ديني بنلاقي أنها بنيت على أسس روحانية التأمل في مشكلاتنا في مشاعرنا في أفكارنا في سلوكياتنا الصبر على هذه المشكلات على التغيير على رغباتنا الشخصية في أن نحن نرجع لسلوكيات سابقة كلها أمور بنيت على أساس روحاني وغيرها من التدخلات مثل المايدفولنس، التأمل، اليوغا وغيرها من الأشياء التي وردت في الديانات الأخرى فبالنسبة لنا نحن تدخل طبي، نفسي، اجتماعي وروحاني نقدمها لمرضانة بحيث أن نحن نقدم لهم الدعم لغطي جميع الأسباب ممكن أنها تكون سبب في التعاطي في دخولها في الإدمان أو أنها ممكن تكون سبب في الانتكاسة فنحن نقدم لها الدعم التأهيل في هذه الجزئيات نفس الوقت أن نساعد أن يتفهم مثيرات الموجودة سواء مثيرات الداخلية أو الخارجية الخاصة فيه كيف يتعامل وياها اليوم من منطلق التعافي لهذا السبب نحن دائما نطالب الأسر بالصبر لأنه مثل ما يشبهها البعض أنه أنا هذا الشخص ما أدخله فيه جهاز يعني خلنا نقول جهاز تنظيف أنه أنا دخله فيه هذا الجهاز يلف فيه شوية يخرج شخص تاني أو الشخص اللي كان قبل التعاطي لأن الإدمان يعني رحلة الإدمان يصير فيها تغييرات كثيرة هذه المادة السمية اللي دخلت على الجسم أثرت عليه غيرت من كيميا الدماغ من طريقة التفكير من سلوكيات هذا الإنسان خلتها يتراجع عن بعض السلوكيات ويتبنى سلوكيات غير صحية تفكيرها تغير صار فيه نوع من الاختلال كيميا الدماغ صار فيها تغيير وبدت تتبنى هذه المادة وتتفاعل وياها فأنا لما أدخل فيه عملية التعافي لازم بعد يمر فيه عملية تغيير جديدة بحيث أنه يتفهم اللي صار يتفهم أنه تفكيره لازم يتغير سلوكياته لازم تتغير ويتقبل أنه محتاجه مساندة ويتقبل أنه عنده مشكلة وأنه إدمانه مش مجرد أني أنا خذيت قرار لا فيه سلوكيات وفيه جهد كبير لازم ينحط في هذا الموضوع فالعملية ما تصير يعني بين يوم وليلة ولكن محتاجة الصبر ومحتاجة دعم الأسرة تقبلهم أنه مثل ما المشكلة خذت وقت وسنوات التعافي بيحتاج وقت وصبر ومساندة منهم ففاطمة يعني الأهالي دور الأسرة لما لما يتعافى أو لما يطلع من المركز تلاقيينها مركزة على الجوانب وويدة تحث على موضوع الصلاة المسيد الصوم لازم هذه الواجبات ولكن أنت في رأيك كيف يتعاملون الأسر في هذه في هذه الحالة أو مع المرضى نحن مو بضد أن نحتهم على الصلاة لكن دايما أتذكر المثال في مجتمعنا أن الأسر اللي ولدهم يكون مشاكس ويدخل فيه مشاكل كثيرة شو الحل اللي دايما يتكلمون عنه اليازي زوجوبي عقل زوجوبي عقل للأسف حتى في الإدمان هذا المعتقد موجود وهذا شيء جدا ممكن يكون خطر على المتعافي في بداية التعافي شخص يعني أنا أساعد أنه يتحمل مسؤولية نفسه مسؤولية التعافي أروح أدخله في مسؤولية كبيرة مسؤولية عيلة وأسرة في بدايات التعافي ممكن يكون سبب في انتكاسته فأنا حاول أحل مشكلة مشكلة أكبر ما نقول أن بعض الأشخاص ساعدهم الموضوع لا فيه أشخاص لكن دائما نقول أن القرارات المصيرية والحاسمة في حياة المتعافي لازم يتم تأجيلها إلى ما بعد ست أشهر من التعافي لأن هذه هي المدة يعني الأدنى أن الدماغ يرجع لطبيعتها وأن الشخص يبدأ يقدر يتعامل مع انفعالاته مع أفكاره ومع البيئة اللي حوله بطريقة سوية فما ينفع أن نقول أن ولدنا عنده مشكلة مع الإدمانة أو أي مشاكل سلوكية ثانية زوجه بيعقل وإذا ما عقل أنا كبرت المشكلة ودخلت أطراف ثانية حثوهم على الصلاة ولكن بيط طرق سلسة بمعنى نحن دائما نقول أن أطفالنا إذا نبوهم يتعلمون شي إذا قررت عليه قوم صل قوم صل قوم صل ممكن يسوي هذا الشيء أمامي لكن خلف هذه الصورة أو هذا القناع فيه سلوكيات ثانية ممكن ما يصلي إلا جدام فأنا بالنمذجة حتى لو كان كبير لما أنا مثلا والده يقول له ممكن توصلني المسجد أكيد ما بيوصله وبيرجع بيدخل معاه المسجد لما أنا أطلب منه أن يحضر معاي مثلا التجمعات الأسرية بصورة آمنة ليش لا لكن لازم يتقبلون أن أن هذا الشخص عساس يوصل لهذه المرحلة أنه يبدأ يتمسك بالصلاة بالعبادات والشعار الدينية الأخرى لازم يقتنع أنه التغيير مطلوب وأنه هذا جزء من حياة التعافي إحنا يمكن ما نتكلم عن هذه المواضيع بشكل مباشر خاصة في البدايات ولكن دائما نقولهم الجدول اليومي كيف تحطه أنت اليوم كمتعافي فأغلبهم بدوا يبنون جداولهم اليومي وروتينهم اليومي حول أوقات الصلاة أنه أنا من بعد صلاة الفير من بعد صلاة الظهر من بعد صلاة العصر المغرب فالعشاء فهذه طريقة نعم فبالنسبة لهم الحياة الدور حوالين الصلاوات الخمسة من بعدها يبدأ يدخل أمور ثانية فالصبر الجميل جدا جميل يا جماعة نساعدهم لكن ما نركز على موضوع الجانب الديني وننسى أننا ما أقول أننا ما نلومهم لكن ما أبحث عن يعني مثل ما نقول مع أول مشكلة تصير وصلوك حتى لو ما أدماني أبدأ أسترجع لقائمة الأخطاء السابقة وأنت فيك وعليك وأنت ما بتتغير وأنت ما بتتعدل هذه الأمور ممكن تكون مثيرات فنفس الوقت أنا ما أريد أنه بس أطبطب عليه وأقول له لا عاد الأمور طيبة وما صار شي نكون واقعيين في ردود أفعالنا في تعاملنا معهم نعطيهم الأمان أن نحنا نتقبلهم رب العالمين وفور الرحيل فما بالنا نحنا كبشر لازم نتقبل أن نحنا كلنا عندنا أخطاء ممكن أكون أنا اليوم كأم أو كأب سبب من الأسباب طريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء في مراحل الطفولة أو المراهقة أو حتى في شباب هذا الشخص تسببت له في المشكلة من غير ما يكون عندي وعي أو إدراك ممكن تهاوني في بعض التصرفات كان الباب نحنا ما نبع الأهل يلومون أنفسهم لكن نبعهم يدعمونهم بطريقة آمنة ونحن موجودين الفريق العلاجي والخصائيين الاجتماعيين مشكورين دائما يقدمون الدعم للأسر بكل الأشكال الممكنة أساس أنهم يتفاهمون مرض الإدمان وأدوارهم في حماية هذه الأشخاص من الانتكاسة حتى في حماية أبناهم منهم يتعرضون لمشكلة التعاطي من الأساس فتواصلنا معهم تقبلنا الواقع للمشكلة والمرض ونثم تقديم الأشياء بطريقة صحية وآمنة يساعدنا أن نحن نتلافع خطر الانتكاسة أو التعاطي في المجتمع والحمد لله مجتمعنا اليوم سواء التغييرات في القوانين والدستور ووجود الدعم الاجتماعي والطبي والنفسي يساعد في أن نحن ندعم الأسر والمتعاطين في أنهم يخرجون من هذه التجربة بالطريقة أو إن شاء الله تمام أتوقع فاطمة نحن عنا الحين الوقت اللي هو للمناقشات وأخذ الاستفسارات الواردة من الجمهور بس قبل لننهي صراحة حقيقة فاطمة شكرا لك على الشرح الوافي وطريقة تعرضت في أن أيضا الأمراض النفسية تحتاج إلى التدخل الصحيح والاتجاه نحو الأفراد اللي قدمون بالفعل الرعاية والعلاج المطلوب لهم في نهاية المحاضرة رح نضع استفسار أفوا استبيان تعبونا هذا الاستبيان واللي حاب الشهادة يقدر يحصل الشهادة بعد ما يعبي شهادة الحضور الرابط اللي هو الاسم والإيميل فنأخذ الحين نبدأ بأخذ استفساراتكم أتوقع كان معنا الأخ سعيد سعيد الخوري كان حاب يشارك فضل أخ سعيد ممكن دفعوا وعليكم السلام يا أخوي أنا كنت أدخل في بداية الموضوع موضوع آية لا لا أنه مثلا كان الهم والغم اللي كان في الأنبياء وكذا كان بالمختصر يعني كنا بنختصر القرآن بالكامل فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث من شدة الحزن كان والهم في الرسول عليه الصلاة والسلام فرد عليها الله فعال تعال بس هاي كان ودخلتي عندي سؤال ثاني بس إذا في مجال شو أنواع الرياضات اللي يقدمونها للمرضى طيب نحن بالنسبة للجانب الرياضي عنا حاليا في صالات رياضية بالمركز وإن شاء الله في صدد أنه يتم زيادة هذه البرامج ما دري إذا يعني يحق لي أني أنا فصحنا هذه الأمور ولكن يتم يعني إدخال رياضات أخرى تساعد المرضى في أنهم يتعلمون تحكم في مشاعرهم في ردات أفعالهم وطبعا كلها من خلال أشخاص مدربين مختصين في هذا المجال من أخذ سؤال ثاني ممكن ترفعون خاصية اليد أو ممكن تكتبونا على الشات إذا عندكم أي سؤال طبعا الندوات رح تكون موجودة أو المحاضرات رح تكون موجودة مسجلة على غناة اليوتيوب في أي سؤال أو أي ملاحظة أو إضافة أو حتى إذا كانت توقعاتكم مختلفة نحن نعرف أن الموضوع شوي حساس الكثير من الأشخاص بما يتعلق بالجانب الديني والروحاني ولكن يمكن نحن ما تتبقوا إياه اخت اليازي هذه التحديات نحن نواجهها دائما فلازم نحن نتحدى هذا الخوف نتحدى هذه الوصمة ونبدأ نتكلم عنها يعني فيه قالب علمي ومحني بحث مثل ما قلت لأن الجانب الشرعي أعتقد أنه معلوم للجميع وما نختلف عليه أبدا فيما يختص ب يعني الحلال والحرام والتعاطي وغيرها من هذه الأمور طيب أعتقد فيه سؤال من الأخت حليمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ياهاد أخت حليمة عندي مداخلة واستفسار من أسبوعين بس أتمنى توضحوا لي يعني إن كانت تصرفي أنا مع والدي صحيحة أو لا من أسبوعين على صلاة الجمعة يعني هو متعود عادة يروح يصلي ويرجع عمره تقريبا تسع سنين بس على صلاة الجمعة راح المسجد ليحضر الصلاة ومن بعدها ما رجع لين الساعة تنتين ونقول ممكن لتنتين ونوص قلنا خلاص الصلاة ما كسمم يعني لتنتين إلا ربع وتخلص ويرجع يعني تنتين عادة كان يكون موجود كل بنت بعدها طلعت أدور عليه المسجد مسكر ما في بشر في الشوارع من شارع للشارع وصلت وصلت للساعة تقريبا خمسة يعني وصلت مرحلة يأس قلت خلاص ببلغ الولد مختفي وما لأسر سبحان الله قلت خذي لكلفة خارج البلوك اللي احنا فيه وحصلت مع زميلة في الباص في بلوك ثاني مقابل البلوك اللي احنا موجودين فيه وانا حاليا منعته يطلع الصلاة للمسجد قلت لك خلاص انت معاقب تبقى تصلي تصلي في البيت فأضعرف هل لها التصرف صحيح أو لا طيب يمكن شوي الموضوع خارج نطاق يعني نقاشنا اليوم ولكن يعني مثل ما نقول على عجالة أنا لازم أوجه هذا الشخص أو أقول شيء أو أضح له وين خطأ في سلوكه ودايما نتدرج في العقوبات أنا لما أمنع أن يصلي في المسجد أنا أعطيته يعني عذر أنه يترك هذا السلوك اللي أنا أريده أصلاً يكبر عليه لكن يمكن كان من باب أبدأني أنا أعرف ليش هو سوى هذا الشيء أو يعني أوضح له خطورة هذا السلوك وممكن يكون العقوبة بيسحب شيء محبب بمعنى أنه لو هو يحبي يلعب كرة بعد العصر أقول أنه هذا الأسبوع مثلاً أنت ممنوع أنك تسوي هذا الشيء لأن أنت حطيتني في وضع أني أنا كنت جداً خايفة عليك ومعرفة شو اللي يصير معك أو ممكن أكتفي إذا أنا شفت أنه أول مخالفة سلوكية بالنسبة لأكتفي بإنذارة وأن لو حصل مرة ثانية بيكون في عقوبة وممكن أوضح لشو العقوبات فهذه يمكن من المواضيع اللي إحنا طرحناها قبل في برنامج المهارات وإن شاء الله نطرحها في المستقبل القريب فهي أتوقع هي أكثر سلوكيات وضع الرقاب الوالدية والضبط والانضباط نعم نأخذ السؤال الثاني من الأخت ASR خيب كيف نقنع المريض تعالج إذا هو أصلاً رافض هذا الموضوع طبعاً إحنا دائماً نقول إن المريض نحاول إن نساعد بحيث إن على الأقل روح وشوف وبعد هقرر إذا أنت حاب أن تدخل في العملية العلاجية أو لا لكن في بعض الحالات خاصة إذا كان الخطر جداً كبير على الشخص وعلى أسرته أو أن سلوكياته بدت تخرج عن نطاق السيطرة القانون حالياً وليضمن الدستور أن من حق الأقرباء من الدرجة الأولى تقدم إلى الجهات المختصة ببلاغ واللي هم يساعدونهم في دراسة الحالة ومن ثم توجيهها للعلاج إذا حتاجت فهذا بالنسبة لحالات الرفض وطبعاً ما في شخص تكون عنده هذه القناعة من البداية لكن نحن نحاول أنه نساعد قدر الإمكان في أنه يعني يتقدم للعلاج الطواعية الأخت ASR إذا تفتحوا لها المايك هو هذا السؤال نعم جوابنا على السؤال في أي أحد عنده أي سؤال ثاني شكراً شكراً أخت أسمى شكراً شكراً إن شاء الله راح نكون معاكم شهرياً بمحاضرات وبندوات افتراضية دايماً تابعونا إن شاء الله كل شهر راح يكون موضوع جميل راح نطرحه شكراً وجزاكم الله خير فأتوقع ما في أسئلة عاشل حمادي تفضلي دام فضلك أختي اليازية أول شي شكراً 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 جداً على المحاضرة الجداً القيمة والمعلومات القيمة أستاذة فاطمة سؤالي من باب خبرتك أستاذة فاطمة هل ممكن أن المتعاطي ممكن يتستر تحت تحت الدين هل ممكن يتستر تحت الدين بمعنى أن يكون يمارس الشعائر الدينية قصدته ولكن هو متعاطي نعم طبعاً في بعض الحالات التي نقول نوعاً ما شادة والتي ارتبطت ببعض الممارسات الدينية المتطرفة نعم كان في بعض الأشخاص يستخدمون المواد المخدرة ويروجون لها عساس أن يستقطبون أشخاص في هذه الممارسات المتطرفة ومثل ما قلت بعض الأشخاص كانت تربيتهم الدينية جداً قوية ولكن العوامل الأخرى رفقاء السوء أو تعرضهم لصدمات نفسية قوية لم يتم التعامل معها فتحت فتحت عليهم باب الخلل في التعامل مع معطيات الحياة ولقوا اللي يوصلهم لهذا الطريق للأسف فممكن تكون بأحد الاتجاهين وأحياناً البعض يعني حتى وهو يتعاطى يبدأ يتصور لأنه لازم يكون في مغالاة في ممارسة الشعائر الدينية لأن تفكير ما أصبح سوي فما يقدر يوازن بين الأمور فنعم أحياناً يصير أنه في غطاء ديني أو نقول في بعض الأشخاص لهم ممارسات دينية نحن نشوفها محمودة ولكن خلفها بعض الممارسات اللي ممكن تكون مضرة بنفسه وبالمجتمع أعتقد أنه كان في سؤال فوق من الأخت أسمع نعم ليش ما نسوي مبادرة الجامعات لكل الأعمار تدرس وتبرمج كل شخص بحيث ما يلجأ للخطاء شكراً أختي أسمع على الاقتراح مثل ما قلنا في عوامي كثيرة نحن كمهني واختصاصي في المجال نحاول نقدم الدعم سواء لأبنائنا الطلبة للأسر وجميع أفراد المجتمع من خلال البرامج التثقيفية والتعريفية بمرض الإدمان وكل السلوكيات اللي ممكن ترتبط فيه ولكن أنا ما أقدر أغير شخصية إنسان أنا أحاول أنا أزرع فيه فكر طيب كيف يقاوم الفكرة الخاصة بالتعاطي كيف إن شخصية عفوا تكون مستقرة بحيث إن يقدر يتعامل مع معطيات الحياة ومجرياتها من غير ما يكون يعني بحاجة أو إن يوصل لاعتقاد إن المادة المخدرة ممكن تحلل لها المشاكل أو ترفع عنا الألم النفسي أو الجسدي فيه سؤال ثاني أو تعليق بدل مسمى المتعاطي فيه مسميات أخرى نقدر نطلقها على الشخص الذي مر بهذه المرحلة يكون إيجابية ويعدل من نفسيته ومرحلة العلاج أتوقع نحن دائما نقول المتعافي خلال مرحلة العلاج ولكن المتعاطي هذا المسمى نطلقه عن تعاطي واستخدام نقول عند دخول المركز وتكملت مرحلة العلاجات المطلوبة نسميه المتعافي دائما المريض المتعافي وفي حتى نحن بالنسبة لنا نتعامل إياهم كمرضى هذا بداية وبعدين يتم تفصيل هل هو ما زال فيه التعاطي النشط أو متعافي وكلها مسميات في النهاية ترجع للشخص بعض الأشخاص يعني نوع من التذكير النفس بمشكلته يقول أنا يذكر يعني أنا سين من الأشخاص مدمن متعافي فهو يذكر نفسه بمشكلته بالوضع الحالي إنه تخط مشكلته فنحن يعني وتأكدوا من هذا الشيء ما ننادي أي مريض من مرضانا بأن أنت متعاطي حتى في حالة الانتكاسة نتعامل إياها بمهنية وبأسالي بتساعد المريض إنه يتفهم شو الأسباب شو المثيرات شو اللي صار معاه وصله لمرحلة الانتكاسة والعود للتعاطي كيف يرجع مرة ثانية لخط التعافي تمام أتوقع وصلنا إلى نهاية إلى نهاية تفضلي أخت حليمة عند السؤال قبل لننهي لأن عندي ملاحظة أحيانا نحن في نستخدم المنقالمات من بعض المرضى المتعافين وعندهم ملاحظة يقولون يعني لو عندكم مسؤول في المركز يكلم أهلي يتواصل معهم ويقول لهم يعني أنه أنه يكلموهم بطرق سلبية أو ينتقدوهم يقولون أنت أصلا تأخذ أنت تستخدم مخدرات أو أنت كحولي وأنت ما منك فايدة فيقول أنا تعافيت يعني البعض يقولون أن نحن تعافينا وما نبقى نرجع لهذا السلوك بس أهلنا يجبرون أن نرجع لهذا السلوك من طريقة تعاملهم معنا وهذا دور المركز نحن نقوم أن نحن نوعي الأسرة بمرض الإدمان ومراحل الإدمان وكيف طريقة تعامل الأسر مع المتعافي بعد خروج من المركز كيف طرق التعامل الصحيحة ففيه هناك فيه البرامج التي تقدم لأسرة المريض أتوقع أننا وصلنا إلى نهاية الندوة شكرا لكل الحضور شكرا لحضوركم لدينا موجود استبيان بعد إذنكم عبونا هالاستبيان لأنه بالفعل يفيدنا والملاحظات التي تضعو تحطونا إياها نحن أخذها بعين الاعتبار واللي بعد حاب يحصل على الشهادة أيضا يعبي رابط الاستبيان في شيء عندك فاطمة قبل لا ننهيه أنا شكرت ليازي على هذه الورشة وإن شاء الله الورشة القادمة تكون بهذا المستوى وأفضل بإذن الله لأن الحمد لله جميع الأخوان اللي بيشاركون في هذا البرنامج على مستويات عالية من العلم والمهنية وأنا متأكد أنكم تستمتعون وياهم وشاكرة لكل اللي حضروا إيانا بحضوركم بمداخلاتكم وبتعليقاتكم الطيبة أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد أتمنى أن تكونوا طلعتوا ولو بمعلومة وحدة تفيدون بها أنفسكم أو الغير الله يحفظكم ويحفظنا صحيح شكرا يا أستاذ تفاطمة وشكرا لكل الحضور ونترقبون إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله على الشهر اليوم شكرا لكم